طب قولي زي نتعامل مع المصاعب دي و زي نقوم على رجلينا تلقى هقولك من خلال تجربتي عشان أنا مش لايف كوتش ولا تنمية بشرية ولا الهاجات دي بس خلي بالك التجربة الحقيقية أنا هحكي عن تجربة تجاربي وتجاربي الحوالية وتجاربي الناس اللي عرفها يعني فكرة انه انت لما بتبقى في مشكلة خليك احنا عندي مشكلة حقيقية كان دايما بتحصل في حواري دايما مع الناس التعلق الدائم بالماضي أنا عندي مشكلة طول الوقت مع الماضي ما بحبوش مش عشان في حاجة وحشى لأ عشان شايف طول الوقت ان النهاردة اهم يعني أنا عايش النهاردة أنا جاي النهاردة بنسجل حلقة النهاردة دلوقتي ايو أنا ببسط بالوقت ده دلوقتي قبل كده أنا معرفوش خلص فاللي بيخلص أنا مش برجع له أنا دايما بطلع له قدام يعني النهاردة بخلص اللي ورايا بنام باصحة يوم جديد تماما إنما طول الوقت إحنا عندنا علاقة بالنستولوجي طول الوقت والحنين اللي الماضي طول الوقت وده مش قلطة في حاجة مع إنه يبدو إنه هو فيه طيبة وفيه حنية بس هو مش قلطة في حاجة مش قلطة في حاجة خالص التعلق بالماضي بريحك لأنه ما فيهوش أي مغامرة إنه خلص المستقبل هو اللي فيه المغامرة فيه تحدي فيه تحدي دللي بيخليك أصلا تعيش فيه تحدي طول الوقت عشان أروح للمستقبل أصلا أروح وأنا كويس أيوة التخطيط يعني أنت عندك مشكلة أنا بحدد إيه المشكلة بتاعتي الأول خلاص ما طب مطبط في الحياة كلها بنقاش فيها هخرج منها إزاي أنا قبل ما باخد القرار أنا مش اندفاعي زمان كنت اندفاعي جدا وبغلط يعني بعمل المشكلة ممكن أغلط ممكن حقي كله يروح مثلا بسبب إن أنا نفعلت إن أنا غلط قلت جملة مش منفروض تتقال دلوقت مشكلة ناس كتير على فكرة ما أنا بقولك أنا كنت منهم يقولك بيضيع حق بكلمة ده بيبقى غباء اجتماعي يعني ده أنا بعتبره كنت يعني عندي غباء اجتماعي في دوت إنه برضو حسك بذاتك وفي حاجات لازم توقفها شوية عشان تعرف تفكر تمام فبتتحرك القطوة لقدام فبدأ تشوف المشكلة إيه فبدأ تحل بس انت فعلا بص إحنا مع بعض كده أول حاجة معظمنا متعلقين بالماضي طول الوقت حتى في الحاجات اللي بنكتبها حتى في القصة اللي بنشيرها اللي ما عافش كان فين وراح وجيه والأصالة والندالة كله عالناس عدوا في حياتنا مش الحاضر عموما لا الحاضر أهم تاني حاجة برضو انت قلت كلمة مهمة جدا يا باسم اللي هو الانفعلات ايو الاندفاع كده كلمة ليه ولحت الدنيا وبعد شوية قولي هو لا إيه اللي أنا عملت وإيه اللي أنا عملت ده مكنش ينفع أصلا أعمل دوت ومعيننا اللي هي الحق بطلع عنا اللي غلطان بالزبط كده ما هو دايما نقولك أخذ الحق حرفة وإحنا معندناش برضو كتير مننا الحرفة دي اللي هو عارف انت اللي هو اللي يقولك الصنايعي ايو عارف ابتوا زمان يقولك ده ببعاي الصنايعي يعني صاحب حرفة